وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المفاوضات بشأن الأوضاع في قطاع غزة صعبة ومعقدة وفي هذا الإطار طالب شكري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في القطاع مشددا على أن مصر تواصل جهودها السياسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني مشاورات التي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية تم طرحها وكان هناك وجهة نظر إزائها من قبل حماس وهناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين باعتبر أنها مرفوضة أو غير صالحة بأن تكون أساس لهدنة والإفراج عن الرهائل هذا لم يمنع بوجود اتصالات مستمرة وجهود تبذل هنا في القاهرة لتقريب وجهة النظر لوضع إطار يسمع بالتوصل إلى هدنة والإفراج عن الرهائل والمحتجزين الفلسطينيين وهذا ما نعمل من أجله ولكن بهدف أن نصل إلى وقف خامل لإطلاق النار كما دائما أكدنا بأنه الهدف هو وقف الكامل لإطلاق النار نفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على منع أي تصفية للقضية الفلسطينية من خلال النزوح سواء من خطاع غزة أو من الضفة الغربية لخارج الأراضي مفاوضات معقدة والصفقة بالتأكيد كل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من مصلحة جهود المصرية لن تتوقف في إطار إيجاد حل ووقف لإطلاق النار لإعفاء الأشخاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب والأضرار البلغة التي وقعت على المدنيين الأبرياء